الخلافات حول نتائج الانتخابات في العراق حسم أمرها بقرار المحكمة الاتحادية دون تغيير والأحزاب الخاسرة المغالية لإيران تقبل القرار في العلن لكنها تلوح باتخاذ طرق أخرى ولن تعترف بالهزيمة سياسيا ووفقا للدستور العراقي دعا رئيس الجمهورية برهم صالح بعد تصديق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات إلى انعقاد البرلمان حيث تتجه الأنظار لبداية جديدة بعيدا عن سطوة الأحزاب الموالية والميليشيات على مؤسسات الدولة وقعت المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد في التاسع يناير لتشكيل حكومة مقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتعزز السيادة في حال اتفقت الأطراف السياسية على تمرير الرئاسات الثلاث فسيتم اختيار رئيس للجمهورية وفي حال غياب التوافق سيتم اللجوء للدستور لاختيار رئيس للبلاد خلال شهر التسريبات السياسية والحزبية تتحدث عن وجود خلافات مرتقبة سترافق المرحلة الجديدة لتشكيل البرلمان والحكومة أهمها تشكيل الكتلة الأكبر في إشارة للتيار الصدري الذي تصدر الفائزين وتباحث مع الأطراف كافة بينهم الخاسرون السجال الأكبر حول رئاسة البرلمان حيث تتحدث الأغلبية عن ولاية ثانية لمحمد الحلبوسي الذي جاء ثانيا بين الفائزين بالانتخابات كذلك الأمر بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية الاتحاد الكردستاني متمسك بولاية ثانية لبرهم صالح بالتوافق أو يطرح الحزب الديموقراطي الكردستاني مرشحين هما فؤاد حسين وزير الخارجية الحالي وهوشيار زباري الذي شغل مناصب سيادية وربما تميل الكفة لصالحه أما الجدل على رئاسة الحكومة فما زال قائما رغم تصدر شخصية مصطفى الكاظمي المشهد السياسي لتولي ولاية ثانية بعد نجاحات وإصلاحات حسبت للرجل خلال فترة ترأسه للحكومة السجالات السياسية وحسب مصادر من البيت الشعي تشير إلى أن الأمر سيشهد أيضا تجاذبات سياسية تفتعلها ميليشيات محسوبة على إيران خسرت مقاعدها الانتخابية وتسعى لفرض قبضتها على مكاسب سياسية كانت تسيطر عليها لأكثر من عشر سنوات